اشتركوا في القناة والقيمة المالية للخسائر يقدرها النيفي بـ 72 مليون سنتي من أحداث تخريب وشغب كروي تلت المباراة التي جمعت أمس الكوكب المراكشي بضيفه أرجاء البيضاوية وعلى خلفية ما وقع تم اعتقال خمسة وستين مشجعا حسب بلاغ وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش من هناك روبرتاج رفيق عقماد عدنان صيلاني المتابعة معك حسن لحماتي بمجرد إعلان الحكم ردوان جيد على نهاية الجولة الأولى اندلعت أحداث الشغف في المدرج الأيصر للملعب الكبير مشاهد تلخص جانبا من العنف الذي اعتقدنا أنه اختفى من ملاعبنا مشادات بين جماهر الرجاء وقوات الأمن حتى كاميرا المراقبة لم تسلم من الإتلاف من جديد يعود رجال الأمن لاحتواء الوضع من جهات أخرى يرجع البعض سبب اندلع الأحداث إلى منع رفع تيفو جماهر الرجاء جماهر عاشقة لفريقها حجت بكتافة إلى مراكش لمساندة النصر الخضر عشق جنوني تحول إلى عنف اتحاد جمعية محبي وأنصار فريق الرجاء لهم رأي في النازلة حسب ما وصلنا هو أنه الكابو ديال الرجاء كان يقوم بالدور دياله ونحن رأي ديالنا نرى نحييه تشجيع بشكل نحييه أنه تشجيع حضاري كده ولكن يمكن بعد ملجمة هيرو قع معاهم مشاكين مع بعض الرجال تدخل سريع بالضبط وقع واحد شناء من خلاله وقعت هذه المواجهة لأنه كان تحقيق ديال السلطة القضائية تحت إشراف نيابة العامة نحن نجعله لا نأطره على جانب من الجوانب الصباح اليوم رشيد النايفي مدير الملعب الكبير لمراكش يحصل خسائر ويتحصر على مآل هذا الملعب اللؤلؤ وعلى تجهيزته الأساسية التي تدررت جراء أحداث الشغل كما تشوفوا تم اقتلاع ما يزيد على 1800 كرسي كاميرا المراقبة المتواجدة بالمضرر الشمالي العلوي خمسة المراحل العمومية فتم تكسيرها فخسائر تجوز القيمة لها 700 ألف درهم أعمال الشغب هذه سجلت إصابات في صوف جمه الرجاء وقوات الأمن على خلفية ما وقع تم اعتقال خمسة وستين شخصا ووضعوا تحت تدابر الحراسة النظرية فيما تواصل الضابط القضائية حرياتها لتحديد سبب اندلاع أحداث الشغب في مباراة انتصر فيها فريق الرجاء البيضاوي على الكوكب المراكشي بالثلاثية للا شيء وأعمال الشغب التي شاهدنا قبل لحظات انطلقت مع الشوط الثاني من المباراة التي جمعت الكوكب المراكشي برجاء البيضاوي وكما أسلت ذكرى في العنوين بعد أسبوع دافئ الشعة الشمس تحتجب في العديد من المناطق مع هبوب رياح قوية وزخات مطرية عاصفية من الساعة السادسة من صباح يومه الاثنين إلى غاية الثالثة بعد زوال في المناطق التالية سويرا أجادير إنسجان تارودانت شيشاوة ومن الساعة الثالثة بعد زوال إلى منتصف الليل تتوقع مديرية الأرساد الجوية أنطارا عاصفية بيسفرو خنفرا إفران بن ملال العرائش وزانشفشاوين تازا وتونات مع تساقطات ثلجية في المرتفعات التي يفوق علوها ألفين متر رياح تهب إذن قوية على سهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقية تصل سرعتها إلى مئة كيلومتر في الساعة في بعض الأحيان وخنفرا في ذل أجواء مطارية باردة مشابهة تصلها مساعدات بطابع اجتماعي وخدمات طبية مجرنية إلى ساكنة كروشن كروشن منطقة جبلية بامتياز تعيش عزلة شبه تامة كلما تساقطت الثلوج أروبورتاج من هناك لإدريس الكهن والمتابعة معك محمد إسرى الضيف الأبيض لا يزال يتربع على قمم الأطلس المتوسط جماعة كروشن على بعد كيلومترات قليلة يوم نستنائي بهذه المدرسة غاب الأساتدة وحضر الأطباء والمستفيدون ساكنة الدوير التابعة لجماعة كروشن بإقليم خنفرا أقاعة الدرس تحولت لسيدلية تضم العديد من الأدوية يقصدها المرضى بعد تشخيص مرضهم من طرف أطباء متخصصين شفنا بالنسبة للأطفال الأمراض الصدرية يعني تعفون الصدرية بالنسبة للكبار شفنا كين سكري كين هدك اسمتوا الهبرتونسي أرتريال كين اسمتوا الأمراض الصدرية عند الكبار أيضا بالنسبة للقافلة الطبية فيها 4 عادية التخصصات اللي من أقول 5 أولا الشيخ خوخة طيب النساء طيب الأطفال جهاز تنفس والراديو قافلة تضامنية ساعة الجمعيات المنظمة لها إلى توزيع أيضا مساعدات تضمنت ألبس ومواد غدائية بالموازة مع الحملة الطبية إذا أردت الذفر بموعد في مصلحة طب العيون بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة عليك أن تنتظر أن تنتظر إلى شهر يناير من العام المقبل لائحة الانتظار طويلة في ظل الخصاص الحادة في الأطور الطبية إذ لا يتوفر المستشفى إلا على طبيبة عيون واحدة والامتصاص هذا الضغط حملة طبية لفائدة مرد العيون مئة شخص أجريت لهم عمليات جراحية عبد الحميد مرابط ومحمد حشو من الحسيمة طويلة هي لائحة المنتظرين للاستفادة من كشفات طبية أو عمليات جراحية على العيون بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة اتصل مدة الانتظار حاليا إلى حوالي عام كامل أي إلى شهر يناير من العام المقبل فمصلحة طب العيون التي لا تضم سوى طبيبة واحدة لا تستطيع الاستجابة للانتظارات المتزايدة للمرضى في ظل هذا الخصاص الحاد في الأطور الطبية وحدها الحملات الطبية المنظمة بين الفينة والأخرى من يخفف عبء الانتظار احنا أعطونا شهاز بعدها باجة الحملة قربونا الانتظام زيان وشملوا العمل اليوم ان شاء الله الله يكتخذهم جينا هنا يا طاقم طبي من مدينة وجداء مع الجمعية الوطنية الطبية لتضامن لجينا من الرباط جبت لنا الحفيلة الكاميو موبيل اللي فيه الفتح وجينا نقوم بعملية جلالة وبنفس الوقت نقوم بفحوصات طبية في مدينة الحسيمة ونحن رهن الخدمة ولتقريب المواعيد الطبية وتقليص مدة الانتظار بدرت المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة بالحسيمة بشراكة مع الجمعية المغربية الطبية للتضامن إلى تنظيم حملة طبية أيام الجمعة والسبت والأحد الماضية وممكن من إجراء عمليات جراحية لإزالة مرض المياه البيضاء وفحص مئات المرضى هذه الحملات الطبية تنتخل منها نقص المدة المواعيد الخاصة بطيب العيون ويستفد منها تقريبا 500 شخص الفحوصات و100 عمليات الجلالة هذه القافلة سهموا فيها 12 طبيب مختص في طيب العيون وبالإضافة للوحدة المتنقلة خاصة بالمركب الجراحي لجراحة العيون من مختلف مناطق إقليم الحسيمة قدم هؤلاء المرضى للاستفادة من هذه الفحوصات المتخصصة التي أبحث عملة نادرة في ذل الخصص الحاد في أطباء العيون سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص معطن يضطر المرضى للتنقل إلى خارج الإقليم أو انتظار مثل هذه المبادرات الطبية ذات البعد التضامني ونعبر إلى أوروبا بريتانيا تسقط فردية العمل الإرهابي شرطة لندن أكدت اليوم أن انفجار لستر لا علاقة له بالإرهاب الانفجار وقع مساء أمس في شقة بهذه المدينة أسفر عن مقتل أربعة أشخاص فيما أصيب أربعة آخرين بجروح ضمنهم مصاب في وضعية حريجة وبريتانيا مشمولة بموجة السقيع التي تضرب حاليا مجموعة من البلدان الأوروبية سقيع قادم من سيبيريا انخفضت معه درجات الحرارة إلى مستويات قياسية ناقص عشر درجات تحت الصفر في بعض المناطق داخل فرنسا وبسبب شدة البرد قد شخص واحد فوق تراب الفرنسية قتل شخصان في بولندا أمام محرار سجل ناقص اثنتين عشرة درجة تحت الصفر وأحرارة القصف الجوي لنظام الأسد وإن تراجعت ولو نسبيا في الغوطة الشرقية إلا أن القصف يستمر رغم هدنة صعبة تزيعت السبت الماضي في الأنفاس الأخيرة من جلسة مجلس الأمن والأنباء القادمة اليوم من الغوطة الشرقية تتحدث عن مقتل عشرة مدنيين على الأقل ومن جونيف أنتونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بتطبيق فوري لقرار مجلس الأمن هدنة لشهر في الغوطة الشرقية سعيدة بن عائشة معها التفاصيل خلال افتتاح الدورة السابعة والثلاثين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جونيف وبعد مدولة استمرت لأيام طالب الأمين العام للأمم المتحدة بتطبيق قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في سوريا لمدة ثلاثين يوما فورا إن قرارات مجلس الأمن لا تكون ذات معنى إلا إذا نفذت تنفيذا فعالا هذا هو السبب في أنني أتوقع أن ينفذ القرار فورا وأن يستمر لسيما لضمان تقديم المعونة والخدمات الإنسانية وضمان الأمن خلال إجلاء المرضى والجرحة نحن نصر على تنفيذ القرار دون إبطاء لكن لدينا كل الأسباب للحذر من استمرار الغارات الجوية على الغوطة الشرقية سباح اليوم كما يجب أن ننظر إلى القرار 24-01 على خلفية سبعة سنوات من الفشل روسيا من جانبها ردت على ما وصفته بمزاعم تتحدث عن استخدام القوات الحكومية السورية لغازي الكلور في الغوطة الشرقية بالاستفساز المفضي إلى تقويد وقف إطلاق النار إن الوضع في سوريا قد نقش بالفعل وهو أمر مثير للجزع الشديد إذ تعلمون أن الإرهابيين في الغوطة الشرقية لا يلقون أسلحتهم بل يحتجزون سكان المحلين كرهائنا قرار مجلس الأمن بالهدنة الفورية في كامل سوريا يتغيي السماح بإدخال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحة مشافي الغوطة الشرقية نعاني من نقص هائل بالمواد الطبية والمستهلكات حاليا كل دفع الجرحة تأتينا ما يقارب العشرة إلى عشرين جريح بنفس الوقت الكوادر الطبية أنهكت على مدار تسع أيام من التصعيد المتواصل ليلا ونهارا صاروا في الطيارة علينا ما أحسن على شيئا راح أمني عمره 39 ما لأينا راسه أنا كله بشمطة سهري ما شفته النوب لسهري ما شفته أبدا السلطات الصحية التابعة للمعارضة السورية أعلنت في منطقة الغوطة الشرقية أن العديد من الأشخاص عانوا أعراضا تشبه أعراض سنشاق غازي الكلوري السام خلال القصف الجوي المستمر من جانب القوات الحكومية واليوم يصوت مجلس الأمن الدولي على قرار تمديد العقوبات المفروضة على اليمن لعام إضافي استجابة لتقرير أممي أكد أن طهران انتهكت الحظر على الأسلحة المفروضة على اليمن ولثلاثة أشهر إضافية مددت الحكومة العراقية الحظرة الجوية على الرحلات الخارجية من وإلى مطاري إقليم كردستان والسليمانية في أنباء قارتنا الإفريقية صوت الاحتجاج يعلو مجددا في شوارع كينشا سادد بقاء الرئيس جوزيف كابيلا مسيرة شديدة استضمت أمس بقوات الأمن ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات وفق معلومات مصدرها هنا رئيسة بعثة الأمم المتحدة في الكونغو وكان كابيلا الذي يتولى السلطة منذ سنة إحدى وألفين قد عقد اتفاقا مع كتلة المعارضة الرئيسية من أجل البقاء في منصبه بعد انتهاء فترته الرئاسية بشرط إجراء انتخابات بحلول نهاية العام الماضية لكن كابيلا نقض عهدا أخذه على عاتقه وكابيلا باق في السلطة بعد أيام من الصمت الرسمي حكومة نيجيريا تؤكد خبر اختطاف أزيد من مئة تلميذة بعد هجوم شنت جماعة بوكو حرام على مدرستهن في دابشي في شمال شرقي نيجيريا ويبدو أن سلطات أبو جا عاجزة حتى الآن عن معرفة مصير التلميذات المختطفات حتى الآن في صورة أخرى تعيد مشهد فتيات شي بوك سنة أربع عشرة وألفين حين اختطفت بوكو حرام نحو ثلاثمائة تلميذة وغدا تنظر محكمة العدل الأوروبية ومقرها في ليكسونبورغ تنظر في اتفاقية الصيد البحري بين المغربي والاتحاد الأوروبي عشية النطق بالحكم إجماع في أوساط الخبراء والمهنيين على أن موقف المحامي العام الأوروبي الصادري في العاشر من يناير الماضي كان منحازا ويكتسي طابعا سياسيا من بروكسيل مراثلة خالد مصطفوي رغم موافقة المجلس الأوروبي المنعقد ببروكسيل الأسبوع الماضي بالأغلبية على إطلاق جولة جديدة من المفاوضات لتجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب إلا أن العديد من المهنيين لا يخفون قلقهم وتوجسهم من الحكم المنتظر صدوره غدا عن محكمة العدل الأوروبية خاصة بعد القرار غير الملزم الصادر عن المحامي العام الأوروبي ميل كيورواتلي الذي دعا إلى بطلان اتفاقية الصيد البحري الحالية بين الريباط وبروكسيل نحن قلقون جدا بخصوص قرار المحكمة غدا وما سيترتب عنه بالنسبة للعلاقات بين المغرب وأوروبا بغض النظر عن قطاع الصيد القرار سيؤثر سلبا على المصالح الاقتصادية والاجتماعية التي كنا نجليها من اتفاقية الصيد بين الجانبين طبعا الحال حينما مطمئنين شيء 100% ويمكن يكون شيء حاجة ليه ما تصرناش ولكن احنا مطمئنين كمغربة كمستمرين في الميدان دير الصيد انه ليس احنا اللي قد ينطيعوا الغلب اللي قد ينطيعوا ما صيقاء ديرنا الأوروبية اللي قد يتمنعوا من اللجوء المياه المغربية طبعا الحال غيكون شوية دياله حتى بالنسبة للاقتصاد ديالنا ولكن الحمد لله عدنا حول أخرى وفي أوساط الخبراء والمتتبعين لمصاري العلاقات المغربية الأوروبية هناك شبه إجماع على كون موقف المحامي العام الأوروبي يعد موقفا منحازا يكتسي طابعا سياسيا أكثر مما هو قانونيا المحامي واتلي اتخذ قرارا بطابع سياسي في إطار مهمته الخضائية المحضر وباختصار فقد حشر نفسه في النزاع بين جبهة البوليزاريو والمغرب الطريقة التي يعاد بها النظر في اتفاقية الصيد البعض يرى أنها ترتكز على اعتبارات سياسية بدلا تكون تجارية وهذا يشكل خطرا وسيشكل سابقة بالنسبة لجميع الاتفاقيات بين أوروبا وإفريقيا وهذا ما لا يرضي أحد اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي عام 2006 والذي جدد عام 2014 سينتهي منتصف يوريوز المقبل ويسمح لأكثر من 120 سافينة أوروبية من الصيد في المياه المغربية الأطرسية كل الأنظار تتجه إلى الليكسونبورغ حيث مقر محكمة العدل الأوروبية على بوات حوالي 200 كم من هنا من بروكسل المحكمة ستصدر حكمها غدا بإشان اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي حكم ينتظره المسؤولون المغرب والأوروبيون على حد سواء بترقب شديد والآن نتوقف عند قواعد النجاعة الطاقية معك ناديا اليوبي ترافقنا في ظاهرة كل اثنين مرحبا بك ناديا ناديا ستة وثلاثون في المئة هي نسبة السهلاك الطاقة وطنيا نسبة 29 في المئة للقطاع السكن و7 في المئة للقطاع الخدمات وهذا المعطي يحلون عن الحديث لولا مؤخرا حول العوازل أو العزل الحراري داخل البيوت دينا ما المقصود بالعزل الحراري هذه التقنية المسمى بالعزل الحراري سناء هي تساعد على الحد من تسرب وانتقال الحرارة من خارج المبنى إلى داخله صيفا ثم من داخله إلى خارجه شتاء بهذه التقنية نكون قد عزلنا الحرارة سؤال هنا شنو الفوائد العازل الحراري؟ العازل الحراري يقول له فوائد كثيرة في توفير سيلاك الطاقة وتخفيض حجم أجهزة التكييف وساعات تشغيلها وتأمين الحد الأعلى من الرحة الحراري للأفراد داخل المبنى بالإضافة أيضا إلى حماية المبنى من التصدعات والتلف وإطالة عمره الافتراضي ويتم ذلك العزل الحراري باستخدام مواد لها خواص عازلة إذن سناء لتحقيق هذا الهدف اعتمد المغرب مؤخرا معايير جديدة تفرض على المجموعات العقارية احترام مجموعة من التوصيات تضمنها قانون النجاعة الطاقية في البنايات معطيات وأخرى تطلعنا عليها أمين بن حمو في هذا الرابورتاج رفقة أمين حد تكاثر الفطريات والبقع السوداء على الجدران وظهور تشققات وتصدعات خارج المباني من أهم مسبباتها الرطوبة وما يزيد الأمر تعقيدا انخفاض درجات الحرارات وتساقط الأمطار رغم أن البنايات حديثة العهد وتحترم معايير السلام والجودة إلا أنها تفتقد إلى شروط التدفئات والعزل الجيد للأسقف والحوائط أمر يتسبب في استهلاك أكبر للطاقة مما يقود مجاعة الساكنة قطاع المباني لوحده بالمغرب يستهلكوا 25 بالمغرب من الطاقة 41 منها يستغلوا في التنقلات الحضرية ولتخفيض هذه النسبة إلى 12 بالمئة في أفوق 2020 تم استصدار ضابط للبناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني يحترم شروط التدفئ والعزل الحراري لجدران تطبيق للإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية يشتري تطبيق ضابط البناء العام المحدد لأداء الطاقي المباني على كل المباني المخصصة للسكن التي تفوق مساحة الفضاءات المخصصة للسكن 8% منها وكذلك على جميع المباني المخصصة للخدمات بما فيها المرافق العمومية وكذلك المرافق المخصصة للمرافق الصحية والتعليمية والمؤسسات السياحية بشتأنواعها وكذلك المكاتب والخدمات هذا القانون المسير للنجاعة الطاقية في البناء دخل حيز التنفيذ فعليا في نومبر 2015 قانون يلزم جميع الفاعلين في الميدان احترام التقسيم المناخي داخل مملكة والموزع على ست مناطق هذا التعديل يمس كذلك طريقة وأدوات البناء مما يطرح العديد من التساؤلات حول ثمن البيع وشروط الصيانة للجدران يطلبوا العرض كبير فالعرض الكبير الذي يدار الحد يكون كبار كان قصوم المساعة التي تتباع فمن كان قصوم المساعة التي تتباع يجي كيولي الثمن ديال البيع كيولي غالي وهذا الشيء يخصوه الدار بحيث بأنه اليوم يمكنني نقول لكم بأنه يتكلف التكليفة ديال هذا المعايير احترام هذا المعايير كي تتروح ما بين 120 إلى 320 درهم للمتر مربع كيف الشروط باش يكون أداء الطاقي مستدام ما هي الشروط ديال الصيانة وما هي العمر ديال هذك البناية ليتم جديدها أو جديد تقنيات إلى غير ذلك يعني إذا النظرة شمولية نظرة شمولية تعتمد على التدبير المحكم للحرارة والطاقة داخل البنايات عبر استغلال الطاقات المتجددة والأدوات الغير المكلفة عند التصنيع خطوة عند تعميمها في المشاريع العقارية الكبرى ستساهم لا محالة في احترام معايير النجاعة الطاقية وتقليص فاتورة الكهرباء سنويا بـ 26% نديا الحديث عن النجاعة الطاقية يحلنا على موعد سولار إكسبو ينطلق غدا الاستعدادات جارية لهذا المعارض بالفعل كما قلت الاستعدادات سرية على قدم وسق سناء ولكن أين بمركز المعارض بمكتب الصرف بالدار البيضاء حيث ستنطلق من الغد حتى الفاتح من مارس الدورة السابعة للمعارض الدولة للطاقة الشمسية والنجاعة الطاقية سولار إكسبو ثمانون عارض متوقع من مختلف دول العالم سيشاركون في هذه التظاهرة رغبة في تعزيز الرؤية الشاملة للسوق الإفريقي والمغربي وتقديم أحدث الانتجات الصناعية والابتكارات في قطاع الطاقات المتجددة ونجاعة الطاقية وتركيز كل اللقاءات العملية في مكان واحد وأيضا تقديم المنتجات والخدمات للزوار المحترفين أيضا تتميز هذه النسخة سناء وللمرة الخامسة على التوالي بتنظيم مصابقات جامعية للأبحاث والابتكار مخصصة للطلبة وأيضا للمهندسين والتقنيين وطلبة الدكتوراه رغبة في تشجيعهم سناء على السير قدما في هذا المجال مجال الابتكار في الطاقات المتجددة والابتكار الطاقي والابتكار مجملا في المجال البيئي من ثوابت الفقرة البيئية كل إثنين تواصل مفتوح معك ومع الفقرة البيئية ولهذا الشأن أو لهذا الغرض خلقت هذه الفقرة نحن دائما في انتظار المزيد من الابتكارات والابتكارات في المجال البيئي وكما العاد عنوان البريد الالكتروني سيطويا إيكولو أغباس دوزان بوائما وأيضا موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دوزان بوائما رهن إشارتكم لتبعثوا بابتكارتكم البيئية أو حتى إذا كانت لديكم مواعيد بيئية فبعثوا لنا بها عبر هذين العنوانين حتى نعلن عنهما وإلى أن نلتقي سنة الأسبوع المقبل إن شاء الله لا تنسوا أنه علينا أن نتحل بسلوك بيئي مواطن أليس كذلك؟ طبية الحال واللقاء يتجدد بكي نادية الإثمين المقبل ولأن الفن لا وطن له اختار أبناء وبنات زرياب للموسيقى الأندلسية والروحية اختاروا تنجا لتوقيع رسالة مغاربية في نسخة هي الأولى لمهرجان الثقافات المغاربية شعارها أندلسيات وثوراتيات مغاربية اختتمت أمس بعدما نجحت في خلق التقارب الثقافي وترسيخ قيم التسامح والسلام وحسن الجوار إن كانت السياسة تفرق الدول فالفن يجمعها ربما هذا هو المبدأ الذي حاول تأكيده منظموها لتظاهرات التراثية المغاربية الأولى بطنجا والتي حضرها فننون من تونس موريطانيا الجزائر وطبعا البلد المضيف المغرب وغابت عنها ليبيا لظروف التنقل الصعبة الرسالة التي أريدنا أن نجهه هو أن الفن لا وطن له ونحن كدول المغرب العربي لدينا تقاليد وعن قواصم عديدة مشتركة فأريدنا أن نحيي هذه القواصم المشتركة لتركة زمان نظرة للظروف السياسية على امتداد ثلاثة أيام استمتع الحضور بعروض موسيقية من التراث الأندلسي والصوفي وغيرها من الأشكال الفنية التي تشكل أرضية المشتركة بين بلدان المغرب الكبير أنا جد سعيدة بهذه الدعوة من جمعية أبناء زرياب ووجود بالمغرب الشقيق وكذلك بوجود الأشقاء من تونس ومن موريطانيا في هذه التظاهرة في طبعتها الأولى أرجونا الله العلي القدير أن يستمر هذا المعرشان شيئا ذا شيئا وأن تتحسن التواصليات ما بين جميع الشعوب بإذن الله وفضلا عن الوصلات الغنائية تم أيضا تنظيم عروض أزياء أصيلة مغربية تونسية جزائرية وموريطانية والتي تعكس في دقة وإبداع تصاميمها علاقة الهوية المغاربية التي تميزها عن كل بلدان العالم في الختام نذكر من بين أبرد ما جاء في ظهيرة الاثنين سادس وعشرين فبراير خمسة وستون معتقلا في أحداث الشغب التي وقعت عند بداية الشوطة الثاني من المباراة التي جمعت أمس الكوكب المراكشي بضيفه أرجاء البيضاوية مدير ملعب مراكش الكبير حيث وقعت أحداث الشغب أكد لنا اليوم أن أزيد من 1780 مقعدا تم تقريبها والقيمة المالية للخسائر قد دهرها رشيد النيفي بـ 72 مليون سنتيم بالتذكير نكون قد وصلنا إلى ختم عرض الظاهرة النشرة الإخبارية القادمة أمازيغية في الثامنة والربع مساء أفوسواخ مع إحسان بنبل المسائي عند التاسعة ليلا مع هشام الغرفوي وعودة إلى أخبار الرياضة مباشرة بعد الظاهرة إلى الغد بإذن الله اشتركوا في القناة